موسيقى بين واشنطن وطهران يدور الآن كلام كثير أن الطرفين على وشك عقد صفقة ما هذه الصفقة تشمل فيما تشمل سوريا ولبنان تشمل الأسد وحسن ناصر الله من الرابح في هذه الصفقة وفق هذا الكلام إيران وواشنطن ستربح وإسرائيل ستقلل خسائرها بعدما طعنتها غزة في خاصرتها طعنة نجلان هذا الكلام له ما يدعمه على أرض الواقع وليس كلاما من وحي نظرية المؤامرة إن الطرفين جلسا على الطاولة عادا للجلوس بعيدا عن الأضواء ليرتبا شؤون المنطقة بما فيها سوريا ولبنان أحياكم الله فيما تبقى قال مصدر دبلوماسي عربي لموقع تلفزيون سوريا إن اللقاءات الإيرانية الأمريكية المباشرة وغير المباشرة عادت واستؤنفت في الأيام الأخيرة بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة واستكمال المفاوضات التي جرت بينهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معنا من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي صحيب جوهر صحيب مرحبا بك مرحبا بك أخي معاذ يا أهلا وسهلا واشنطن تجلس مع طهران ويجوز الخلط ربما في الأسماء أحيانا هل تؤكد المعلومة؟ نعم الواضح أن الجانب الإيراني كان يعتبر أن ما جرى في عملية طفان الأقصى في سبعة الشرين الأول كان غير أو ليس بتوقيته السياسي والعسكري بناء على معطيات وعلى تجارب سياسية كان أخيرها صفقة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران برعاية دولة قطر نهاية أيلول الماضي والتي أفضت إلى اتفاق أطلاق صراح بعض الرهائن مقابل الإفراج عن مبلغ ستة مليارات دولار لصالح إيران كل هذه السياقات التي جرت وكل ما يجري في الكواليس أما في العاصمة العمانية مسقط أو في العاصمة القطرية الدوحة من مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين كان الجانبين حريصان على أن يستفيدا من هذا الجو ومن هذه التجربة التي حدثت في هذه الصفقة الأخيرة لإتمام صفقات متتالية رأينا إحداها منذ أيام بموضوع الإفراج عن عشرة مليارات دولار من العراق إلى إيران والتي أيضا ستكون إفراجا مشروطا لشراء مواد غذائية وإنسانية كل هذه الأمور تعتبر إيران أن ما جرى في 27 ليس في توقيتها لذلك هذا الرد الخجول من قبل محور الممانع على ما يجري في قطاع غزة واستمرار العمل ضمن قواعد الاشتباك من لبنان ومن سوريا وفي بعض الأحيان من العراق يندرش في هذا السياق أن الجانبين كانوا يحضران لصفقة أتت عملية حماس في السابع من تشرين الأول لتشاغب على هذا المسار ولإعادة الملف الفلسطيني إلى الطاولة انطلاقا من موقع قوة وليس موقع ضعف وخاصة أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله تحدث بكل صراحة في خطابه الأول أن هذه العملية التي جرت كانت بتوقيت حركة حماس وكل ما يجري في الكواليس ويتحدث عنه الجانبان أنه لم يكن لإيران علم في هذه العملية وأنها كانت غير جاهزة للدخول في هذه الحرب برهنت من خلال مثل ما قلنا في هذا السياق بالعمليات ضمن قواعد الاشتباكات التي جرت في جنوب لبنان إذن مقبل عملية حماس طوفان الأقصى كان الطرفاني على وشك عقد صفقة صحيح؟ صحيح كان الواضح أن هناك عودة للأتيكة تمام صحيح العملية أشغبت على الصفقة بين إيران وواشنطن طيب هل تجاوز الطرفان هذا الطوفان الأقصى وعادة للجلوس الآن؟ نعم هناك اجتماعات تجري في مجموعة من الدول هناك اجتماع جرى في جينيف أيضا منذ أيام كشفت عنه إحدى الصحف الكويتية هناك لقاء جرى في سلطنة عمان منذ مدة أيضا بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين أمريكيين من إدارة الأمن القومي الأمريكي مع مسؤولين في الإدارة الإيرانية الهدف منه عدم توسيع الاشتباك عدم الذهاب إلى حرب من لبنان وسوريا وأيضا الاتفاق على المرحلة المقبلة المتعلقة بشكل الشرق الأوسط التي تريده الولايات المتحدة مع اقتراب فلنقل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشرق الأوسط الجديد سوف أتيك لهذا تفصيلا على ماذا اتفق الطرفان لكن قبل ذلك هل وفقا لماذا ذكرته يعني ربما حماس أصلا نفذت هذه العملية طفان الأقصى لأيضا بحثرة أوراق إيران ليس فقط أوراق إسرائيل وأوراق واشنطن ليس للي معلومات ما هي خلفية حركة حماس في هذه العملية لكن الواضح أن عملية الطرفان الأقصى أتت للمشاغبة على مجموعة من السياقات الأخرى منها الممر الهندي الاتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي الاندفاع العربية باتجاه إسرائيل تبريد الملف الفلسطيني وكنا نشهد انتهاء بشكل عام القضية الفلسطينية نوعا ما في ظل كل هذا التطبيع المحموم تجاه إسرائيل وأيضا كما حضرتك أشرت إلى أنه ربما كانت أيضا تشاغب على الاتفاقات البينية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي ربما كانت ستضع الملف الفلسطيني في ثلاجة المفاوضات لتحقيق مصالح إيران الأساسية واللي كلنا ندرك أهمية الموقع الجيوستراتيجي بالنسبة لإيران في لبنان وفي سوريا أكثر من قطاع غزة البعض يقول لك ما يؤكد هذه النظرية أن إيران كانت مقصودة من قبل حماس أيضا بهذه العملية أن حزب الله كان على وشه كان يرسم الحدود البرية أليس كذلك مع الإسرائيليين؟ صحيح صحيح كلامك صحيح كانت هناك جرت زيارة للمبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكشتين إلى لبنان قبل عملية طفان الأقصى كانت زيارة جرت ترتيب لها قبل هذه الزيارة كنا نشهد موضوع الاختلاف على الحدود البرية نصب الخيمتين التابعتين لحزب الله في كفرشوبة كنا نشهد بعض التوترات في الجنوم أتى هوكشتين للحديث مع وسطاء يتحدثون مع حزب الله كان لواء عباس إبراهيم ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذين تربطهما علاقة جيدة بهوكشتين وهما صلة الوصل بين حزب الله وبين هوكشتين أيضا الجانب الإيراني فتح عمليا نوعا من القنوات التواصل مع الجانب الإسرائيلي عبر هوكشتين وعبر هؤلاء الوسيطين الذين يتحدثان مع هوكشتين وكلنا ندرك من هو هوكشتين هوكشتين كان عنصرا في الجيش الإسرائيلي مطلع التسعينات خدم حتى في جنوب لبنان يرتبط ارتباطا وسيقا بالجانب الإسرائيلي كل هذه الأمور كانت واضحة وصريحة الجانب اللبناني لم يكن على علم أصلا بمسارات هذا التفاوض كان التفاوض مرتبطا مباشرة بحزب الله هوكشتين يوجه رسائل مباشرة لحزب الله وليس للحكومة اللبنانية يوجهها إلى عباس إبراهيم وإلى ليس بوصعب ليتحدثان مع حزب الله وليس ليتحدثوا مع الحكومة المنتخبة حكومة تصريف الأعمال الحالية نحن نشهد منذ ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان قنوات مفتوحة بين الجانبين خلال المرحلة الماضية حتى أن هناك علاقات بدأت لبنان اعترف رسميا بوجود إسرائيل من خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية لذلك هذه القنوات إيران أصلا أجرت مناورة أجرت مثل ما بقولوا تيست لعلاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال اتفاق الترسيم ومن ثم مسار التفاوض التي جرى وأفضى بعملية إطلاق الرهائن نهاية شهر أيلول الماضي حسنا الآن تقول واشنطن وطهران يريدان ترتيب المشرق العربي في سوريا ولبنان بمعنى كيف سوف يكون هذا الترتيب منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى كان واضحا الجانب الأمريكي بتبرئة ساحة الجانب الإيراني من عملية طوفان الأقصى لأنه يدرك كان يجلس مع الإيراني على طاولة واحدة ولو كانت طاولة غير مباشرة يدرك أن هذه العملية لا ترتبط مباشرة بقرار إيراني هي قرار فلسطيني بحث اتخذ من قيادة حماس في قطاع غزة اتنين الجانب الإيراني زيارات المتتالية لقائد فيلق القدس السماعيل القآني لقاءات حسن نصر الله مع قيادات حماس والجهاد الإسلامي كلها تتحدث وأيضا لقاء سيد السماعيل هانية مع مرشد الثورة الإيرانية في إيران والحديث عن سقف محدد من الجبهات للمواجهة كلها تندرج في هذا الإطار كان هناك اتفاقا على ترتيب المنطقة إعادة إيران دور بحدود محددة لكن أتت عملية طفان الأقصى لتشاغب على هذا الإطار لكن الجانبان متفقان على أنه يجب أن يذهب جو بايدن إلى الانتخابات الأمريكية مرتاحا خوفا من فوز الجمهوريين مرة أخرى لأن إيران تدرك جديا ما معنى أن يفوز الجمهوريين ويعود على سبيل المثال دونالد ترامب إلى الرئاسة ما سيؤدي في الحضور الإيراني في المنطقة مستقبل الاتفاق النووي إمكانية إعطاء ضو أخضر كان للجانب الإسرائيلي لضرب إيران كنا نشهد عملية اتفاق ضمن هدفه أن يربح جو بايدن الانتخابات المقبلة لتوقيع الاتفاق النووي كل التسريبات كل ما كتب في واشنطن بوست في وول ستريت جورنل قبل عملية طفان الأقصى كانت تتحدث أن الجانب الإيراني كان حريصا على عدم أن يذهب جو بايدن إلى انتخاباته خاسرا أو بأوراق خسارة في وجه منافسه الجمهوري ما جرى في طوفان الأقصى الهبة التي جرت الامتعاض من الإدارة الديمقراطية بسبب أداءها في الملف الفلسطيني كل هذه الأمور باتت تهدد مستقبل فوز الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة لذلك اليوم إيران حريصة على عقد التفاهمات مع الإدارة الحالية لسنوات أطول بمعنى بمعنى يعني إشرح لي هناك حديث جدي عن أن حديث جدي عن المعنى أن إيران باتت مستعجلة باتت إيران مستعجلة الآن لعقد اتفاق نووي ربما قبيل الانتخابات الأمريكية لتضمن مدة زمنية أطول في الاستقرار في الإفراج عن الأموال في استعادة نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان والعراق ودول إقليمية لترتيب علاقتها أكثر مع السعودية وبعض الدول الخالجية إيران بحاجة إلى أن تتنفس قليلا على المستوى الاقتصادي والسياسي والمالي بعد طبعا الثورة التي جرت في إيران أو الحراق الذي جرت في السنة الماضية إيران كانت تعيش أزمة على المستوى الداخلي أزمة اقتصادية حتى السيولة المالية للميليشيات باتت أيضا في أزمة متحركة بشكل مستمر لذلك الاتفاق النووي والاتفاق المباشر مع الجانب الأمريكي باتت إيران مستعجلة عليه بشكل مباشر الآن خوفا من أن يذهب الديمقراطيون إلى انتخابات ويخسرون أمام منافسهم الجمهوري تقول لسعادة نفوذها الإقليمي أيضا عدا عن الأموال سعادة نفوذ الإقليمي في العراق وسوريا موجود أكثر من هكذا نفوذ إقليمي ماذا تريد طهران؟ لا هناك فلنتحدث بصورة واضحة في لبنان لا يستطيح حزب الله اليوم مثلا على ثبيل المثال قبل توفان الأقصى على انتخاب رئيس الجمهورية من فارقه السياسي بسبب الواقع الداخلي اللبناني الانقسام الحاد عدم قدرته على حصوله على أغلبية توفر وصول مرشحه هناك رفض خماسي كما كنا ننظر إلى مرشعه في لبنان أيضا هناك إشكالية للنظام الأسدي في سوريا اليوم بموضوع العقوبات بموضوع الاعتراف الدولي به رأينا منذ أيام مذكرة توقيف فرنسية مثلا بحق آل الأسد كل هذه الظروف أيضا كان هناك محاولات لإعادة تعويم هذا النظام لتأمين سبل الحياة له لإعادة إمساك المشهد أكثر هناك محاولات كانت لدفع الجانب التركي ربما للانسحاب من بعض المناطق السورية كل هذه الأمور ترتيبها يحتاج إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي من قبل إيران أيضا في موضوع العراق هناك بعض الأمور وبعض الترتيبات هناك أزمة سياسية حادة اليوم أفضت إلى أيضا إلى أن يرفع الغطاء عن رئيس مجلس النواب ما يعني أنه أيضا الموقع الحكومي المرتبط بإيران في رئيسة الحكومة أيضا بات مهددا في ظل هذا الانقسام لذلك اليوم إيران حريصة على إعادة ترتيب المشهد في لبنان وفي سوريا وفي العراق لصالحها للإمساك في زمام الأمور في ظل الرفض الشعبي وأيضا الرفض الرسمي والعلاقات المتوترة مع دول المنطقة من خلال الاتفاق مع الجانب الأمريكي لتكريس نفوذها اليوم يعني هل نستطيع القول مثلا في لبنان سوف ياتي سليمان فرنجية رئيسا وفي سوريا الأسد سوف تخف عليه العقوبات سوف يكسب نفسا جديدا سوف يحاول إعادة تعويه مرة أخرى في ضع هذا الاتفاق كانت إيران قبيلة طوفان الأقصى تعيش قلقا كبيرا من الحراك الذي جرى في سوريا في منطقة السويداء في درعا في مناطق أخرى كان هناك تخوف كبير سيد معاز من أن تنفجر الأمور في مناطق سورية أخرى كان هناك رفض لإعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا خوفا من أن يتحولوا إلى خصوم مباشرين للأسد في الأرض السورية كل هذا المسار كانت تحاول إيران تجنبه من خلال تفاوض مع الجانب الأمريكي كان هناك خوف من أن يكون هناك دفع باتجاه انفجار أكبر في سوريا كانت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية شديدة التأكيد على أنها ترفض موشح لحزب الله في رئاسة الجمهورية في لبنان لذلك الجانب الإيراني كان يدرك أن محاولة الجانب الأمريكي تجميع أوراق ضغط أكبر على الطرف الإيراني لجره إلى الطاولة لتنازلات أكبر بالمقابل الجانب الإيراني يسعى بمكان أو بآخر إلى الاستفادة من نفوذه في بعض هذه الدول ومشغبته على الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق لأيضا تجميع أوراق في المفاوضات ما جرى في سبعة تشرين أنها كل هذه الحالة أخذ إيران إلى منحة جديد تحاول إيران ربما الاستفادة من انعكاسات هذا الحدث في فلسطين لكنها أيضا اليوم خاسرة لأنه كل المفاوضات التي تجري مع حركة حماس لا تجري مباشرة مع سأتيك على هذه هناك أطراف أخرى تتحدث صهيب سأتيك لهذه النقطة لذلك اليوم هو فيه تأخر بالصوت يعني يصلك لذلك اليوم هناك خوف صهيب صهيب لا في مشكلة لكن نعم قل 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 فكرتك لذلك اليوم ماذا تريد قل لذلك اليوم هناك محاولة إيرانية واضحة لعقد صفقة بعيدا عن الأضواء مع الجانب الأمريكي لضمان استمرار النفوذ الإيراني في المنطقة انطلاقا من ما جرى في طوفان الأقصى لتقليل الخسائر الإيرانية لذلك اليوم ما يجري في جنوب لبنان هو يندرش في إطار ربما الصورة التي يريد حزب الله دائما تكريس نفسه داخل لأنه تيار مقاوم لكن في العمق اليوم ما جرى في جنوب لبنان هو اشتباك ضمن قواعد محددة حسنا حزب الله حريص على عدم تجاوزها أكثر من الجانب الإسرائيلي طيب الآن تقول وفق هذا الكلام هي رابحة إيران سوف تربح في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن بالمعية طيب ماذا سوف تقدم لواشنطن يعني ماذا سوف تخسر وهل ترضى إسرائيل عن مثل هكذا صفقة مثلا أنا لا أتحدث أن هناك ربحا مضمونة للجانب الإيراني أنا أقول أن هناك سعي إيراني للاستفادة بتجميع هذه الأوراق للاستفادة من الرغبة الأمريكية من عدم اندلاع حرب إقليمية كبرى من خلال التهديدات التي تصل مباشرة إلى حزب الله من الجانب الأمريكي بالتحذير من انفجار الحرب في المنطقة اتنين إيران تحاول الاستفادة بشكل كبير من موضوع الرفض الأمريكي لوجود بن يمين نتنياهو في سدة الإدارة الإسرائيلية لأنه مسؤول عن كل هذا الخراب بالنسبة لكل الأطراف حتى للجانب الروسي أيضا لذلك اليوم محاولة إيران لتجميع هذه الأوراق لا يعني أنها ستربح في النهاية هناك أمر واقع في لبنان هناك أمر واقع اليوم في سوريا وهناك أيضا أمر واقع في العراق هناك حتى داخل البيئة الشيعية اليوم في العراق بكونهم شيع عرب يرفضون النفوذ الإيراني المباشر عليهم بهذه الطريقة لأنه هناك محاولة لمصادرة القرار الوطني العراقي باتجاه إيران كل هذه الظروف تحاول إيران تفاديها من خلال عقد اتفاق مع الجانب الإيراني لكن هل الولايات المتحدة جاهزة لتقديم مكاسب للجانب الإيراني دون تحقيق أيضا مكاسب أمريكية قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات بما يتعلق بأمن إسرائيل بأمن الممرات المائية وأمور أخرى اليوم تمظهر أنه لدى الجانب الإيراني بعض العوامل الضغط فيها طيب نعم هذا ما تريد إيران تحصيله وليس ثمنا جاهزا على الطاولة لكن يعني الثمن الثمن إذا كان إذا تم والله أنا لن أفتح حربة إقليمية لن أوسح حربة إقليمية هذا ما تقدمه إيران طبعا إيران اليوم أيضا حريصة على عدم فتح حرب إقليمية ليست جاهزة ربما لهذه الحرب هناك إشكاليات كبيرة في عملية نقل السلاح ربما بعد ضرب مطار حلب ودمشق هناك أصلا اختلاف مع الجانب الروسي في موضوع استجلاب السلاح عبر حميميم هناك إشكاليات كبيرة متعلقة بأن تخوض إيران حرب إقليمية ثانيا إيران تعيش أزمة اقتصادية كبيرة هناك تململ حتى داخلي داخل إيران إيران غير جاهزة على المستوى الداخلي للدخول في حرب على المستوى الشخصي وأيضا حلفاءها الإقليميين كحزب الله والنظام السوري أصلا النظام السوري أنت تدرك أخي معاذ أنه غير معني في طوفان الأقصى هناك تسريبات تخرج عن النظام أنه يقول لأطراف إقليمية أنه سيضغط بكل قوته لعدم استخدام الأرض السورية في أي معركة إقليمية أو لمناوشات مع الجانب الإسرائيلي وهناك أصلا أحاديث مستمرة عن محاولات دفع النظام للتفاوض مع إسرائيل في المستقبل لكن محظوظ الأسد محظوظ الأسد صحيبي الأسد وحسن نصر الله سوف يستفيدون وفقا لهذا الكلام محظوظونهم لا ليسوا محظوظين الواقع على الأرض الوقاء على الأرض ليست في صالحهم الواقع في سوريا اليوم الواقع متفجر الواقع في لبنان أصلا منقسم عموديا بطريقة هناك انقسام أصلا في لبنان حول حزب الله اليوم نحن في 2023 ولستنا في الـ 2006 في الـ 2006 عندما قضى حزب الله الحرب ضد إسرائيل كان هناك غطاء حكومي تجاه حزب الله اليوم هناك حكومة غير شرعية حكومة تصريف أعمال هناك فراغ في سدة الرئاسة هناك انقسام ضمن حلفاء نفسهم حتى تيار الوطن الحرج برام باسيل أيضا يحاول التميز في بعض المحطات عن حزب الله لحماية رأسه أنت تتحدث عن شخص معاقب أمريكيا الوقائع ليست في صالحهم هم ليسوا محظوظين الظروف والوقائع على الأرض معاكسة هم يحاولون الاستفادة لفرض صفقة كبيرة مع الجانب الأمريكي لكن هل هذه الصفقة يمكن أن تنعكس بشكل مباشر ليس هناك أمرا واضحا بهذا الموضوع وهناك محاولات للاستفادة من هذه الوقائع لكن اليوم الوقائع على الأرض في لبنان وفي سوريا وفي العراق معاكسة للهوى الإيراني في جزئية دخول قطر بقوة على خط الوساطة بين الإسرائيليين وحماس أين إيران في الموضوع؟ إيران خسرت أليس كذلك؟ طبعا حاولت إيران في الأيام الأولى للحرب إذا تذكر في البدايات حاول عبداللهيان الحديث عن أن إيران تسعى للدخول في ملف المفاوضات لكن كان هناك رفضا إقليميا كبيرا لهذا المسار بكون أن إيران طرفا مخاصما ومعاديا للجانب الإسرائيلي لا يمكن أن يكون وسيطا بين حماس وبين الأطراف الأخرى هناك اليوم وسطاء آخرين هناك مصر هناك قطر وحتى ربما هناك تركيا لكن الجانب الإيراني اليوم ليس جزءا من هذا المسار لأنه لا جغرافيا الأمر يسمح لإيران لا يوجد حدود لإيران أو لميليشياتها مع قطاع غزة ثانيا حماس نفسها الواضح أنه غير أو ربما لا تثق بالجانب الإيراني ربما كنا نسمع في بداية الحرب كلاما من مسؤولين في حركة حماس يقللون من قيمة ما تقوم به إيران موسى أبو مرزوق عبر قناتكم حتى خالد مشعل عبر الجزيرة وعبر قنوات أخرى كانوا يقلل من قيمة الحضور الإيراني والمشاركة الإيرانية في هذه الحرب لذلك الواضح أن هذه المسارات بالنسبة لإيران لا تعطيها أي ورقة قوة في موضوع المفاوضات قطر اليوم هي الدولة المباشرة في هذه المفاوضات ومن ثم جمهورية مصر العربية نحن اليوم نتحدث عن أن إيران ربما تخسر يوما بعد يوم الورقة الفلسطينية كبيرة هذه كبيرة هذه لما قاله محمد جواد زاريف كبيرة هذه تخسر الورقة الفلسطينية ما قاله محمد جواد زاريف قال في مقال نشره منذ أيام أنه علينا أن نتخلى قليلا عن الورقة الفلسطينية لحماية حلفائنا. كتب مقالا. واضحا سأرسله أيضا. هذا الحديث يعني بأن إيران ما حقول خسرت الورقة الفلسطينية. لكنها بالوقاع منذ بداية الحرب إلى هذا اليوم. تبين أنه لا يوجد ورقة فلسطينية بيد إيران. إذا كانت حماسة تقذت القرار منفردة في عملية طفان الأقصى. إذا كان الرد الإيراني والمشهر. صحيب. والله انتهى الوقت. أنا آسف جدا. أنا آسف جدا. انتهى الوقت. لنا جولات أخرى إن شاء الله. صحيب جهر. الصحفي صحيب جهر. كنت معي من عاصمة لبنانية بيروت. شكرا صحيب. شكرا لك. فهذا ما تبقى غدا بإذن الله تاسع مسام توقيته دمشق. ما تبقى جديد. شكرا الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة